طبعاً اهتمام مباشر من سيادة الرئيس بالمشروعات الزراعية بشكل شبه دوري بتوقد اجتماعات للاهتمام والوقوف على آخر تطورات هذه المشروعات لو نتكلم على أبرز المشروعات الزراعية اللي تمت في مصر خلال الفترة اللي فاتت أولاً بدايةً الزراع هي عمود الخيمة للاقتصاد المصري الحضارة المصرية القديمة كلها بنت على الزراع بنيت على الزراع وعلى ضفاف النيل سيادة الرئيس والقيادة السياسية قولت اهتمام كبير لملاب في الزراع قبل الحرب الروسية الأوكرانية وقبل الكوفيد-19 كانت الدولة المصرية خادت خطوات كبيرة في ملف الزراع بتوسع أفقي وتوسع رأسي للزراع التوسع الأفقي عن طريق مشروع الدلتة الجديدة مستقبل مصر لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان مشروع الريف المصري لاستصلاح 1.5 مليون فدان إعادة حياء مشروع توشكة من جديد استصلاح ما يقرب من 450 ألف فدان في سيناء المساحة الكبيرة اللي هي إن شاء الله هتكمل لإستصلاح الأراضي في مصر هترفع المساحة المنزلعة في مصر الـ 12 مليون فدان وده رقم إن شاء الله يبقى كبير جدا ويبقى مؤثر في سد الفجوة الغذائية للدولة المصرية اشتركوا في القناة